فقافة تأسيس منظومات اطفاء الحريق في المؤسسات والمنازل والمحال التجارية لم تكن رائجة لولا كمية الحرائق التي تحدث وبكثرة في موسم الصيف مقاطع فيديوية كثيرة انتشرت ولدت الرعب لدى المواطن العراقي الذي لجأ الى اقتناء مطافئ الحريق المنزلية الاسعار متواضعة بالنسبة لحجم الفائدة المترتبة منها والتي تتراوح اسعارها نظرا لحجمها ومنشئ صناعتها فيما يلجأ بعض المواطنين الى اقتناء منظومات الاطفاء الذاتي وهي ضرورية بالبيت لان بالنسبة للطفاية الحريق ببداية تستطيع السيطرة عليها اليوم تنتظر سيارة الدفاع المدني تتأخر يعني ازدحامات ويستغرق وقت هذا الوقت يفرق لك بالحريق الحريق الثاني تفرق به يعني اليوم الحريق اذا تتلاحقه بالطفاية ببدايته تمام؟ تقدر السيطرة عليها ما يخرج عن السيطرة مزيان؟ بينما ذا خرج عن السيطرة يعني يصير عندك خسارة يعني شبيرة فهذا المواطنين يعني هو يدى تصير حراق سيارات ديل تجؤون اكو قبل يعني قبل المواطنين اصحاب السيارات بالنسبة للصيانة الدورية لازم ينتبه على القي اجمالتها انه يشوف كل ما ينقص كل فترة اذا نقص يروح يسوي لها صيانة موجودة يعني اماكن صيانة الارشادات والتوصيات والتحذيرات التي تصدر عن مديرية الدفاع المدني دفعت المواطنين الى تأمين منازلهم وعجلاتهم حيث يعدها البعض ثقافة ضرورية بغض النظر عن التوجيهات والتحذيرات ونحن شفنا حوالث كثيرة صارت سببها عشياء بسيطة يمكن تلافيها ببغدها لكن تعظمته صارت كلش كبيرة لانه ماكو وسيلة علاج له وسيلة العلاج للحرائق هي المطفى فانصح كل عراقه ان يقتن المطفى هي كلش رخيصات يعني لو تتقارن بسعرها كلش رخيص يعني ما ذاك السعر اللي مكلف حتى واحد ما يقدر يأخذ عشرون الف دينار هو سعر كرة اطفاء الحريق الصغيرة التي قد تجنب المواطن خسارة منزله واثاثه الذي كلفه الملايين وربما يخسر حياة احد افراد عائلته وهي تساوي طبعا اكثر من ذلك بكثير لقناة كربلاء الفضائية جلال طالب كربلاء المقدسة